تسأل تقول هل إبر الفلير لتخفيف تجاعيد الوجه جائزة؟ أختي أم أحمد من الإمارات بالنسبة للإبر هذه فيما يتعلق بالتجاعيد إذا كان بالنسبة للمرأة أصيبت ببعض التجاعيد كأن تكون مثلا سمينة ثم خففت الوزن فأصبح عندها شيء من التجاعيد أو تكون مرت بحالة مرضية أو بحالة ولادة أو بشيء من هذا القبيل فيجوز لها استعمال إبر الفلير بشرط أن لا يكون هناك ضرر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر أما استعمالها هكذا لطلب الزيادة في الحسن والجمال فهذا من تغيير خلق الله عز وجل والمرأة الكبيرة في السن يجملها أحيانا التجاعيد لأن لكل فترة سنية حالتها التي يخلقها الله عز وجل ولذلك أخت الفاضل إذا كان للعلاج أو إعادة العضو إلى ما كان عليه بسبب مرض بسبب ولادة بسبب يعني مثلا سمنة ثم خففت الوزن وحصل لها شيء من هذا لا حرج في ذلك أما سواء ذلك فلا ترجمة نانسي قنقر